السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير عليكم صباح النور صباح الامل صباح الابتسامة صباح الطاقة الايجابية عاملين يا جماعة انتم وحشتوني جدا 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 من هنا لحد اخر القرى الارضية اه حب ارحب بكم ورحب الناس اللي هي داخل جديد اهلا وسهلا بكم شرفتوني ونورتوني ونورت اخواتكم ونورتوا القناة بتاعتنا المتوضعة اه النهاردة جماعة هنعمل حاجة كده جميلة كده وسهلة كده بنص صبونة بنص صبونة هنعمل صبون سيل بس هنعملها بقوة يعني قوة جبارة جبارة وهقولك على تركها وانت بتعملي كده وانت بتخسر الموعين كده بتعمليها طيب احنا هنا انا معايا هنا كوبايتين مية سخنة عشان بس ايه الوقت بتاعنا انتم حشتوني قوي جدا انا عايز افتح معاكم مواضيع بس ايه يعني احنا هنأجلها ومعايا هنا نص صبونة نص صبونة نابولسي ليه البلد العادي بتاعتنا طبعا احنا ايه هنقعد ندوبها تمام بعد ما نقعد ندوبها اهو هنقعد ندوبها خالص اهو وهنستنى لحد لما تبدأ تصبن تمام اهو تمام انا طبعا ايه هقفل معاكم في اللحزة دية عشان خاطر ايه الوقت بتاعكم الجميل انا مش عايز ايه اضيعو وبعد كده نرجع اول لما ايه لما تتصبن كده هي تصبنت معايا هي ما خدتش معايا وقت عشان خاطر ايه السابون احنا عاملينها طبعا عارفين مكوناتها ايه تمام اهو شايفينها بص اهي لسه لو انتم براحزين نتلاقي لسه البخار شغال يعني تمام هي كده تصبنت معايا تماما تماما طيب احنا بقى هنعمل ايه بقى كده هل احنا هنسبها لا احنا مش هنسبها ليه بقى لو الصابونة مسلا هتاخد معايا وقت في التصبين مفيش مشكلة لكن انا ايه دلوقتي كده خلاص هي صبيت معايا تماما طب هنعمل ايه بقى هنروح جايبين معانا اهو بصوا هنروح جايبين هنا ده تلتميت ميلي اه سابون بريل اهو تمام احنا هنحطه هنا اهو شايفينه اهو حطناه خالص ونبدأ برضو بالتقليب اهو بالتقليب معانا طيب ايه تاني هنعمل احنا هنا كده في مرحلة بقى ايه خلاص كده ايه العمليات التصليم بتاعتنا ابدأ ازود مية اهو تمام وافضل بقى ايه اقلب برضو تاني اهو اقلب خالص لازم كل الحاجات بتاعتي كده بصوا يعني كلها تمشي مع بعض كده هو تختلط مع بعض بص التقليب بتاعته عمل ازاي اهو تقيل بقى بصي تقيل جدا يعني بصي انا بعملك احسن يعني احسن صابون تقدر تعملي وفي نفس الوقت بطريقة ثالثة ما فيهاش تعقيد ولا كل الكلام اللي انتم بتشوفو ده اهو تمام كده اهو تمام بعد كده هنعمل ايه بقى بص بقى يا ستي طيب ليكي بقى انت وانت بتعملي طبعا احنا لسه هنحط اضافة تانية بس اضافة جبارة طيب لما تيجيت بقى حضرتك تخسري موعين هتعملي ايه بقى حضرتك تروحي جايبة حبة من السابون اللي احنا عملنا ده تمام عفوا وتروحي ممكن تحطي معلقة تشوفي بص انا بقولك معلقة من اشر البيض دي نمرة واحد يبقى ليكي اختيار اهو عشان ترفع من كفاءة التنظيف بتاعت الغسيل بتاعنا هنحط ايه معلقة من اشر البيض طيب التانية ممكن نعمل ايه تاني ممكن نحط معلقة صغيرة من النشادر هتلاقي معاك بص الموعين الالمونيوم والسلستين دي بتبرق طيب يبقى احنا كده قلنا حاجتين طب الحاجة التالتة احنا ممكن نحط معانا برضو عارفة تفلي القهوة اللي انت بتشربين لو حد مسلا بيشرب قهوة ده مش بيبقى مسلا فيه تفلي كده معاك في الاخر كده هو هلتخديه واخده بقى قعودي جماعي 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 فيه كده وايه كل شوية حط حبة مية حبة مية فيه وتروحي مسلا جايبة الحاجة اللي انت بتحط فيها الايه الصبون بتاعك وتروحي حطه معلقة اتفرجي على حلل الالمونيوم بتاعتك هتبقى عاملة ازاي كده احنا اتفرجي على الكبات هتبقى عاملة ازاي هتبقى معاك بصي ملهاش حل دي بعض التركات اللي انت ممكن تقدر تعمليها تمام ترفعي من كفاءة التنظيف بتاعك ترفعي من كفاءة الايه الحاجة بتاعتك والغسيل بتاعك طيب احنا كده ايه هنحط ايه تاني طب بصي بقى ستي احنا هنبدأ بقى نحط معانا الاكسوجين ماء الاكسوجين يا جماعة ماء الاكسوجين ده الناس اللي داخل جديد ناس طبعا الناس اللي عارفين ماء الاكسوجين عارفين فوائده ماء الاكسوجين هنا هيعتبر واحد مطهر للحاجة بتاعتك اتنين هيعتبر معاقم للحاجة بتاعتك رقم تلاتة هيرفع من كفاءة التنظيف ده المعامل المعامل الكيميائي بتاعه او معامل التنظيف بتاعه اتناشر اتناشر طيب يعني ايه اتناشر يعني هيديكي قوة في التنظيف بتاعتك هيديك لمعان في الحلل هيديك هيخلي الكباب بتاعتك بتبرق احنا هنفتح كده اهو بصوا اهو هناخد منه ايه يعني حبة صغيرة اهو شايفين اهو حبة صغيرة اهو اهو بين بالدار مسلا ايه يعني تلات معالي اربع معالي زي ما انت عايز اتفرجي على الحلاوة بتاعت المواعين بتاعتك وهي طلعة وانت بتخسليها طيب هو ده بيتجاب من انين بص يا جماعة خلي بالكواب ايه عشان بس ايه الموضوع ده موضوع حية وشوية ده هيجاب من عند اي صيدلية تمام نفس المركة دي كده بالضبط اسمها بيور اهو بصوا بمكتوب ايه ايه ماء اكسوجين ده تركيز تلاتين في المية هنا في الصابون هنستخدم تلاتين في المية تاني هنا في الصابون في مرحلة الصابون ديت اللي احنا بنعملها بتاع المواعين هنستخدم تلاتين في المية تمام كده ده يعتبر احسن حاجة واعلى حاجة هيرفع من كفاءة الغسيل بتاعك هيرفع من كفاءة المواعين هيرفع من كفاءة اللمعان بتاعة الحاجة بتاعتك تمام طيب احنت هنكتفي على كده احنا هنكتفي على كده بس وانت بتعملي بقى عايزة تلفعي بقى زي ما لقلت لك ممكن تحطي معلقة نشادر ممكن تحطي معلقة ايه يعني معلقة اه اللي هو المطحون البيض اللي هو البيض المطحون طيب ممكن تحطي ايه تاني ممكن تحطي سنة كربوناتو انت بتعملي كمان اتفرجي على الحاجة بتاعتك هتبقى عاملها ازاي اه يا رب تكوني الوصفة دي حاجة بتكو ويا رب تعملوها ويا رب بص يعني كده تعملوها وتنال اعجابكو بص ايه ايه اهي 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 شايفين بص التقل بتاعه عامل ازاي اهو اهو هو ده التقل بتاعه هو دي الحاجة بتاعته طبعا الراغة وهتبقى عالية انت ممكن تستخدمي ده زي وتنال اعجابكو بص ايه اهي 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 شايفين بص التقل بتاعه عامل ازاي اهو اهو هو ده التقل بتاعه هو دي الحاجة بتاعته طبعا الراغة وهتبقى عالية انت ممكن تستخدمي زي ما انا عامل كده لاما صابونة بلدي او حضرتك ممكن تستخدمي صابونة يا شاهين. اللي اتنين دول هيبقوا في الصابون السايل. بص ما لهمش حل. ما لهمش حل. اتمنى اللي هي تعجبكم. اتمنى اللي الحاجة دي تطبقوها وتنفزوها وتقولولي رأيكم فيها عاملة ازاي? بقوة الاكسوجين. صابون سائل بقوة الاكسوجين. اتمنى اللي انتم تضربوها. واشوف تعال اكسوجين جميلة الحلوة عشان انتم الصراحة وحشيني. وحشيني جدا يعني. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.